وفضله ليتعلم منه موسى ما ليس عنده من العلم وما أن وصل موسى وفتاه إلى ملتقى البحرين ونام موسى قليلا من مشقة السفر دبت الحياة في الحوت الذي في المكتل مع يوشع وتحرك من المكتل ووثب في البحر وشق لنفسه طريقا في البحر نفقا ظاهرا عجيبا في الماء ونسي يوشع أن يخبر موسى بما حدث لما أفاق من نومه وكان قد تحرك من جانب الصخرة وتابع السير فترة من الزمن فلما فارق المكان الذي نسي فيه الحوت قال موسى لفتاه أحضر غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا ومشقة ساعتها تنبه الفتاة وقال لموسى أرأيت حينما كثنا عند الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت في ذلك المكان ونسيت أخبرك بما كان منه لقد اتخذ الحوت طريقه في البحر بطريقة عجبة وما أنساني أن أذكر ما حدث لك من أمر الحوت إلا الشيطان ومع كون ما حدث من الحوت أعجوبة لا تنسى إلا أن إبليس يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين فهو إن لم يستطع منعهما فهو من عداوته يصرف عنها ولو بتأخير وقوع اللقاء طمعا في حدوث العوائق لموسى الذي يرجو لقاء هذا العالم الرباني فرح موسى بما أخبره به يوشع وقال ذلك ما كنا نريد فحيث نفقد الحوت سنجد العبد الصالح فهو العلامة على مكانه فعاد ورجع يتتبعان أثر مشهما رجع على طريقهما الذي جاء منه إلى الصخرة التي فقد عندها الحوت وصل موسى وفتاه إلى السرب الذي أحدثه الحوت في ماء البحر فوجد كما حكى القرآن الكريم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر عليه السلام جالسا عليه ثوب الوقار والصلاح والهيبة والجلال سلم موسى على العبد الصالح واستأذنه في مرافقته ليقتبس من أنوار العلومة الممنوحة له من عند الله تعالى وكما حكى القرآن قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا رد العبد الصالح على موسى عليه السلام بأنه سيقوم بأفعال ظاهرها غريب ولا تتوافق مع حدود استيعاب العقل البشري لأن فيها أسرارا وحكما فوق إدراك العقل البشري الذي يحكم بظواهر الأمور لا خبرة له ببواطنها فالعبد الصالح الذي وهبه الله تعالى علما لدنيا العلم اللدني هو علم من لدن الله تعالى عطاءا علميا نورانيا خاصا لا يكون بالكسب إنما هو بالوهب لا يكون بكسب وتلقي العلم من معلم إنما هو علم موهوب من الوهاب سبحانه وتعالى فهناك من العلوم ما هو ظاهر يسعى الإنسان لتعلمه وهناك من العلوم ما هو فتح من الله ما هو باطل يكون ممنوحا من الوهاب العليم سبحانه وتعالى وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس بما إنه انقرابة النبي وهو طبعا رضي الله عنه هو من هو فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسبة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه فهذا هو العلم اللدني الحقيقي هكذا رأينا موسى عليه السلام حينما التقى العبد الصالح استأذنه استأذن العبد الصالح بلطف وأدب يليق بحال المريد مع الأستاذ وبحال طلب العلم من المعلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ فأجابه الخضر كما حكى القرآن إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا نبه العبد الصالح موسى بأنه سيقوم بإمور ظاهرها صعب على موسى أن يتقبله لأنه لا يعرف بواطنها وعدم علم موسى بحكمتها سيجعله يرى الشر خيرا ويرى الخير شرا لأنه يرى الظاهر فقط ولا يعرف السر ولذلك فإنه سيضيق صدره بما يرى أمامه من أشياء عجيبة يعتقد أنها شر بينما هي خير فحال موسى البشري يصور النظر البشرية الطبيعية هو رسول نبي بشر يصور النظر البشرية الطبيعية لكل إنسان يرى الظاهر فقط وقد يضيق صدره بأقدار يراها أمامه لخفاء سرها الذي هو خير وحكمة كله إلا فيما يخبره الله عن طريق الوحي لرسوله فقال موسى للعبد الصالح ستجدني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ستجدني إن شاء الله صابرا معك غير معطرد عليك ولا أعصي لك أمرا مما كلفتني أو تكلفني به وقدم موسى المشيئة أدبا مع خالقه واستعانة به سبحانه وتعالى على الصبر وعدم المخالفة وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الذي سيمتحن فيه والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر الإنسان يأخذ النية ويأخذ العزيم على أنه يريد ذلك الخير ويستعن بالله وهو غيب مخبوء عليه وغيب مخبوء عنه فيقول أدبا إن شاء الله لأن تحمل الأمر شيء والصبر أو عدم الصبر على إتيانه شيء آخر عاد الخضر عليه السلام يزيد موسى تأكيدا وبيانا وتذكيرا بشرط صحبته قبل بدء الرحلة وهو أن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها قال الخضر لموسى كما حكى القرآن قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى لا تبتدئني يا موسى بسؤال منك أو إنكار حتى أخبرك بحالي في الوقت الذي ينبغي إخبارك فيه فنهى الخضر موسى عن سؤاله ووعد الخضر موسى أن يعرفه حقيقة ما سيرى في الوقت المناسب وهذا من الخضر هو من باب الإرشاد والتوجيه لموسى ولما يقتضي دوام الصحبة صحبة العلم لذلك هذه القصة فيها آداب عظيمة كان أشياخنا يقولون عنها أدب الطريق أدب المريد مع أستاذه أدب طالب العلم مع المعلم بيشترط الأستاذ مجموعة من الشروط للصحبة حتى ينتفع طالب العلم بهذه الصحبة ولو صبر موسى على الخضر لرأى عجبا كثيرا وفق موسى على أن لا يعترض أي شيء يفعله الرجل ثم سار خلفه فانطلق انطلق موسى والعبد الصالح يسيران على شاطئ الجزيرة وفيما هما يمشيان رأى موسى عصفورا يهبط ويلتقط بمنقاره قطرة من الماء ثم يطير فتبسم العبد الصالح وقال لموسى ما علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر وإذا خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض فإن علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى أقل من القطرة التي حملها العصفور في منقاره من ماء البحر بينما هما يسيران مرت سفينة مقبلة من بعيد فأشار إليها العبد الصالح كلمهم أن يحملوا هما معهم في السفينة فعرفوا الخضر فحملوا موسى والخضر معهما بغير أجر وكما حكى القرآن حتى إذا ركب في السفينة ثم بعد ذلك صارت السفينة في عرض البحر فوجأ موسى بصاحبه العبد الصالح يمسك بقطعة من حديد ورح يضرب بها قاع السفينة حتى خرقها فخلع أو قلع لوحا من ألواح السفينة دهش موسى عليه السلام مما رأى وأخذ يحاول عبثا إصلاح ما صنعه الخضر حتى لا يتسرب الماء ويغرق أهلها واستنكر هذا العمل من العبد الصالح وقال له قوم قوم حملون بغير أجر ثم عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لقد فعلت أمرا منكرا عظيما وقال له كما حكى القرآن أخرقتها لتغرق أهلها أخرقت السفينة لتغرق ركابها لقد جئت شيئا إمرا لقد فعلت شيئا عظيما منكرا لكن العبد الصالح لم يجب عن أي سؤال لموسى عليه السلام ولم يفسر له أسباب فعله بل فجأة ذكر الخضر موسى بشرطه الذي خالفه ذكرا متلطفا بحاله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر موسى تعليمات معلمه له قبل أن يركب السفينة فاعتذر في الحال وقال لا تؤاخذني لا تؤاخذني بما نسيت ثم رجاه أن لا يكلفه مشقة في صحبته وأن يعامله باليسر لا بالعسر فقال موسى للخضر ولا ترهقني من أمري عسرا كان الماء يزداد ويرتفع في قاع السفينة بعدما أحدث الخضر هذا العيب البسيط في هذه السفينة فاضطرب الركاب وذعروا فأمسك الرجل الصالح بيد موسى فإذا هم على الشاطئ من جديد ووقف يراقبان السفينة التي بعد فترة استقام سيرها واستوت على الماء بعد ذلك فأدرك الرجلان أن أهل السفينة قد أصلحوا خللها وسدوا الفجوة فاستأنفت سيرها في استقامة مرة أخرى كان هذا هو الدرس الأول لموسى عليه السلام في العلم اللدني الذي لا يعرفه إلا خاصة خلق الله الصالحين وهذا العلم الرباني هذا مضمون أو هذا موضوع أو هذا باب من رحمة الله العظيمة هذا العلم الرباني الذي هو ثمرة الإخلاص والتقوى والعمل الصالح